لم يكن وعد بيلفور بداية عهد الانحدار في المشهد العربي وحالة النكوس تجاه قضية فلسطين فقد سبق هذا الوعد الموقع من السياسي البريطاني أرثر بيلفور توقيع اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا لاقتسام الدول العربية كانت سايكس بيكو إشارة الضوء الأخضر الذي شجع بريطانيا على تقديم وعد بيلفور هدية للصهاينة لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين جاءت سايكس بيكو لتستولي على القرار العربي وتقسم المنطقة كما لو كانت غنيمة سقطت بيد الاحتلال الصهيوني فرنسا تهيمن على سوريا ولبنان من جهة وبريطانيا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها بغداد وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين مع بقاء ما أطلق عليه انتدابا بريطانيا في فلسطين واقع عربي ضعيف يذعن لاحتلال موسع من قبل دول منحت نفسها الحق لتسطوى على المنطقة العربية وارتبطت السياسة البريطانية الاستعمارية بعلاقة مع الحركة الصهيونية منذ أوائل نشأة الصهيونية في أوروبا وازدادت خلال الحرب العالمية الأولى لتلاقي أهداف الجانبين وعندما احتل الجيش البريطاني القدس سلح اليهود وضمهم إلى قواته وشكل لجنة استشارية صهيونية برئاسة رئيس الحركة الصهيونية أنذاك حايم ويزمان إلى القيادة البريطانية العامة سهم وعد بيلفور بتأسيس المحتل الغاصب وتدريب الصهاينة والعصابات الصهيونية التي أخرجت الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وقتلت من ظل فيها ومنذ اكتمال النكبة الفلسطينية عام 48 وقيام دولة الاحتلال الصهيونية أيقن الفلسطينيون أن الحق الذي لا تحميه القوة يضيع لسيما وأن الدول العربية اكتفت بمراقبة المشهد واستوعود منها للفلسطينيين بأن تكون العودة قريبة لتمضي السنوات ثقيلة على شعب ما زال يقاوم من أجل حريته وشعوب عربية منطوية على همومها ومواجعها في ظل دعوات لتغيير شكل العلاقة مع الكيان الصهيوني بصورة تنسف ما تبقى من الحلم الفلسطيني فهل يستيقظ العرب من غفلتهم ويعيدون ضبط البوصلة أم أن المنطقة محكوم عليها بأن تظل خاضعة بأكملها لاحتلال صهيوني بشكل أو بآخر